عندك ألام بأسفل الزر؟ رجلك بتنمل عليك؟ لو كان عندك نزلاغ وضروفي بتدور على حل غير جراحي وآمن في حل آمن جدا وهو تقويم العمود الفقري بالكمبيوتر وضبط الفقرات بالليزر وده حل آمن جدا وغير جراحي مرحبا بكم معكم الدكتور أحمد أبو النصر وبنتكلم النهاردة عن أهم التمارين الرياضية اللي هتساعدك على التخفيف من ألام أسفل الزر التمرين الأول هننام على ظهرنا ونفرد إيدينا ونتني رجبتين ونحرك الربتين في اتجاه ورصنا في الاتجاه المعاكس وهنفضل في الوضع ده لمدة 10 ثواني ونقل بالعكس 10 ثواني أخرى لمدة دقيقة كاملة خلينا نبدأ التمرين الأول طبعا التمرين ده رائع جدا لتخفيف الألام عن الظهر عن طريقتك كويت وشد عدلات الظهر هنعد 10 ثواني في كل اتجاه ونعكس الاتجاه 10 ثواني أخرى لحين انتهاء الدقيقة ترجمة نانسي قنقر ممتاز جزيل للتمرين رقم 2 هننام على ظهرنا ورجلنا مفروضة على الأرض هنتني فخدنا ونخلي الركبة اليمين فوق الجنب اليسار ورجلك اليسار مفروضة لعندما قدمك اليمين تلمس رجبتك اليسار لتحت وتقلب راسك للناحية العكس بدون ما تحرك كتفك من الأرض هنكرر نفس الموضوع الناحية الثانية بسيطة خلينا نبدأ ترجمة نانسي قنقر هيعمل إطالة للعضلات الظهر وكمان هيفيد عضلات بطنك ترجمة نانسي قنقر ثلاثة اتنين واحد ممتاز دلوقتي جاهزين للتمرين الثالث التمرين الثالث هننام على ظهرنا ونرفع رجلنا حوالي 15 سنتي من الأرض ونحط إيدينا خلف راسنا ونرفع كتفنا عن مستوى الأرض نرفع الرجل اليمين لفوق ونحاول نلمس الرجل اليمين بالكوع اليسار ونرجع للوضع الرئيسي ونكرر العملية لكن النحل الأخرى حاول تعمل التمرين ده بدون ما تتوقف وما تلمسي بكوعك أو رجلك الأرض لأن التمرين ده جدا مفيد لعضلات ظهرك اشتركوا في القناة ممتاز جدا نربتاح شوية التمرين رقم 4 الوضع في التمرين ده كأننا هنشيل واحد على ظهرنا ونسحف به وفي التمرين ده لازم تكون إيدينا تحت كتفنا في نفس الخط المستقيم وكمان ركبنا في نفس خط مفس الورك هنحاول ننزل وسطنا التحت لمدة من 15 ل30 ثانية وبعدين نرفع وسطنا الفوق نفس المدة من 15 ل30 ثانية نبدأ التمرين اشتركوا في القناة طبعا التمرين ده هيريح عضلات ظهرك جدا تلاتة اتنين واحد ممتاز تمرين رقم 5 نفس الوضعية التمرين السابق ونحاول نحرك رجبتنا اليمين ناحية صدرنا وبعدين نفرج رجلنا اليمين للخلف وإدينا اليسار للأمام رجلنا اليمين للخلف وإدينا اليسار للأمام نرجع تاني لنفس الوضع ونعكس التمرين للنحية الأخرى جاهزين نبدأ بسم الله طبعا التمرين محتاج تعمله ببطء عشان تنفزه كويس حاسس بظهر لتوقتي مشدود نكمل التمرين ده ممتاز جدا لو كنت راجع من الشغل بعد عمل شاق ممتاز جدا تمرين السادس هننام على ظهرنا ونحط إدنا خلف رأسنا ركبنا متنية أدمنا مفروضة على الأرض خد نفس كبير وانت نايم وبعدها رفع كتفك وظهرك من الأرض اخرج نفسك ما تنساش تخلي وركك ملامس للأرض ارفع بسي ظهرك وكتفك نخلينا فوق خمس ثواني وبعدها ننام تاني تمرين ممتاز يلا ندأ تمرين ده بس مش هيفيد عضلات ضهرك بس ده كمان مفيد جدا لتقويت عضلات بطنك نشد حلنا دايما الفوائد تأتي على قدر العزام نشد حلنا ممتاز حاسين بايه؟ ممتاز جدا التمرين السابع والأخير هننام على ظهرنا ونتني رجبتنا ونفرد رجلنا التانية خد نفس وضم رجبتك اليمين تجاه صدرك ويفرد رجلك التانية هتخليك على وضع ضح خمس ثواني ونرجع الوضع الطبيعي ونغير الحركة للرجل التانية جاهزين نبدأ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ثلاثة اثنين واحد ممتاز كده خلصنا كل التمارين ما ننساش كل يوم نعمل التمارين دي كنت معكم دكتور رحمد ابو نصر واتمنى لكم حياة مليئة بالحيوية والنشاط وما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة وإلى اللقاء في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته